عقد حزب وحماة الوطن ندوة توعوية بمحافظات المنوفية تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية دور تاريخية ودعم بلا حدود تأتي الندوة في إطار سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب في عدد من المحافظات لتوعية بالقضية الفلسطينية ودور مصر في دعمها استمرارا لجهود التوعية بالقضية الفلسطينية نظم حزب حماة الوطن بمحافظة المنوفية ندوة عن دور مصر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وذلك بحضور قيادات وكواتر وأعضاء الحزب بالمحافظة وعدد من الخبراء الفترة اللي فاتت بيت تدى يبقى فيه كثير من اللغة بيحصل على المستوى الإقليمي ونشوف أن فيه ناس بتحاول تشكك في دور مصر ولكن الحقيقة غير كده طبعاً احنا كلنا عارفين القيادة السياسية بتتعامل ازاي مع هذا الملف وده يمكن طبعاً كمان المواطن المصري بيعتبر أن القضية الفلسطينية دي هي قضيته الأولى على مرة الأصور وهو ده اللي احنا بنحاول نأكد عليه عندما نتحدث عن دور مصر في الوقوف إلى جوار القضية الفلسطينية مصر تقف مع قضيتها فمصر رعت هذه القضية على امتداد التاريخ ودفعت آلاف الشهداء والجرحى في سبيل هذه القضية والقضايا العربية المغزى من إقامة النادوة اليوم سواء في المنوفية أو على مستوى الجمهورية هذا كان توجيه مركزي أن احنا نبدأ نعمل دورة تسكفية للناس حول إبراز الدور الفعلي وكيف كان لمصر دور كبير جداً في القضية الفلسطينية وكيف كانت القضية الفلسطينية هي في قلب وعقل القيادة السياسية والشعب المصري الهدف من الندوة النهاردة هي التوعية على الموقف المصري والحيانة بنتهزها فرصة وأقول أن مصر أم الدنيا القضية الفلسطينية كانت هي الراعي الأول لها ودفعنا في سبيل ذلك كثير الندوة استعرضت جهود الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ بالإضافة لمساهمات حزب حماة الوطن منذ السابع من أكتوبر كما أكد الحزب استفافه خلف القيادة السياسية من أجل إيقاف مخططات التهجير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر